موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 2 لسن 4 اليونت الثاني الدرس الرابع عنوان الدرس أسكول دي يوم مدرسي موجودة بصفحة 28 من كتاب الطالب وتمارينها موجودة بصفحة 26 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الرابع الابتدائي بصفحة 28 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة أسكول دي يوم مدرسي بأسفلها مكتوب read find and write the words اقرأ هذا النص منطين النص بمجموعة من الفراغات يطلب من أنني أقرأ find and write the words لجد الكلمات المناسبة لهذه الفراغات ثم اكتبها بأسفل هذا النشاط منطين مجموعة من الكلمات أم لذن الفراغات من ذن كلمات فرح نقرأ النص نوضح مفرداته وبعدها نوصل الكلمة المناسبة بالفراغ المناسب قبل ما نبدأ نقرأ النص خلينا نترجم هذن كلمات اللي بأسفل النص on foot معناها على قدمي on foot معناها على القدم sister أخت 8 o'clock الساعة الثامنة maths رياضيات 900 900 lunch هو الغداء نجي نقرأ النص ونمل الفراغات ذن الفراغات نمليها من خلال ذن الكلمات my school day باي عادل يومي المدرسي بواسطة عادل يعني هذا النص كاتب عادل الشخصية اللي أخذناها ببداية اليونت الثاني عادل يقول today is a Tuesday اليوم هو يوم الثلاثاء I go to school at فراغ أذهب إلى المدرسة في فراغ شن الكلمة المناسبة للفراغ ألم أنه منطيني صورة ساعة والساعة إذا نجي نقرأها هي الساعة الثامنة إذن شن الكلمة من الكلمات اللي منطينيها بأسفل التمرين مناسبة لهذا الفراغ أكيد كلمة 8 o'clock I go to school at 8 o'clock أذهب إلى المدرسة الساعة الثامنة صباحا الجملة الثانية I go to school فراغ أذهب إلى المدرسة فراغ منطيني صورة أرجل شن الكلمة المناسبة للفراغ إذن أكيد يذهب إلى المدرسة على الأرجل مشين على الأقدام فأقول I go to school on foot أذهب إلى المدرسة على الأقدام مشين على الأقدام there are فراغ children in my school هناك فراغ أطفال في مدرستي شن الكلمة المناسبة أكيد كلمة 900 هناك 900 طفل في مدرستي On Tuesday في يوم الثلاثاء I have Arabic لدي اللغة العربية PE الرياضات البدنية فراغ Maths On Tuesday في يوم الثلاثاء I have Arabic لدي مادة اللغة العربية PE رياضة أو الرياضات البدنية Maths رياضيات and History وكذلك تاريخ I have my فراغ at home أحظى بفراغ في البيت شن الكلمة المناسبة الصورة اللي منطينيها صورة أكل إذن أكيد يقصد الغداء أحظى بالغداء في البيت شن الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة Lunch Lunch معناها غداء I have my lunch at home أحظى بالغداء في البيت I play with my baby فراغ and brother ألعب مع فراغ الصغيرة وأخي شن الكلمة المناسبة للفراغ منطيني صورة طفلة فأكيد الكلمة المناسبة للفراغ هي كلمة Sister Baby Sister أختي الصغيرة أو أختي الطفلة هذا ما يخص هذا النص طلب من عندني أن أقرأه وأكملها بالكلمات المناسبة اللي منطينيها هنا بأسفل التمرين هذه الكلمة ضرورة جدا أني أحفظ معناها لأن راح تفيدني بسؤال المفردات من الممكن أن أجيب لي جملتين أو ثلاث جمل من هذا النشاط بالامتحان التحريري وبأعلى السؤال منطيني الكلمات المناسبة لذن الجمل يطلب من عندني أن أسقط الكلمات المناسبة بالفراغ المناسب لذلك ضرورة جدا أني أحفظ معاني ذن الكلمات ننتقل إلى النشاط الآخر منطيني جملتين هذن الجملتين يسألني إلي يقول لي ماذا عنك أنا أذهب إلى المدرسة الساعة فراغ يسألني إلي يقول لي شوك تروح المدرسة أكتب الوقت الخاص بيك عاد ليذهب إلى المدرسة الساعة الثامنة يسأل التلميذ أي ساعة تذهب إلى المدرسة فالتلميذ يكتب الوقت اللي يذهب إلى المدرسة مثلا يقول at 7 o'clock الساعة السابعة صباحا النقطة الثانية I go to school buy low on هسا رح نجي نوضح شن الفرق بين buy و on أذهب إلى المدرسة buy low on زائد الكلمة المناسبة تذهب إلى المدرسة سيرا على الأقدام إذا سيرا على الأقدام أقول on foot إذا بواسطة الحافلة أقول buy bus فمثلا التلميذ يقول buy car بواسطة سيارة هذا ما يخص هذا النشاط يسأل التلميذ يقول لماذا عنك متى تذهب إلى المدرسة أي ساعة تذهب إلى المدرسة وكذلك كيف تذهب إلى المدرسة on foot مشيا على الأقدام buy car بواسطة سيارة buy bus بواسطة حافلة إلى آخره أدنا مجموعة من الملاحظات المتعلقة بهذا النشاط وهي كالتالي أولا نستخدم حرف الجر at إذن at هو حرف جر مع الأوقات كما في النقطة الأولى إذا لاحظتوا أنه بالنص اللي قرأناه قبل دقائق كل ما يذكر وقت يذكر قبله حرف الجر at فمثلا يقول i go to school at seven o'clock seven o'clock هي وقت ساعة سابعة قبل الأوقات ضروري جدا أني أستخدم at حرف الجر at يأتي مع الأوقات كما في النقطة الأولى i go to school at seven o'clock إذن هاي الملاحظة أحفظها أنه شكو وقت يتم ذكره بجملة معينة يجب أن أذكر قبل حرف الجر at at seven o'clock at eight o'clock at nine o'clock إلى آخره أي وقت أذكر قبل at الملاحظة الثانية نستخدم on مع أيام الأسبوع كذلك رح تجين التمارين بكتاب النشاط رح نعرف أنه نستخدمه أيام الأسبوع شنه أيام الأسبوع sunday monday tuesday onesday thursday friday and saturday هذا أني أخذناهن بالثالث ابتدائي و أصدر راجعهن وذكرنا كذلك ببداية اليونت أنه ضروري جدا أن نكتب أيام الأسبوع بالحرف الكبير الحرف الأول منها يكون كبير قبل أيام الأسبوع كل ما أريد أذكر بالجملة أيام الأسبوع أذكر قبل حرف الجر on إذن الأوقات أذكر قبلها at وأيام الأسبوع أذكر قبلها on بعد إلها استخدامات ثانية نعم وكذلك تستخدم on في حالات أخرى مثل كلمة foot foot معناها قدم وضحنا بالنشاط السابق اللي شرحناه قبل دقيقة on foot مشيا على الأقدام on foot معناها مشيا على الأقدام ما قلت at foot ولا كذلك رح نقول by foot وإنما نقول on foot on foot معناها مشيا على الأقدام ذلك نستخدم on مع كلمة foot أما الباي زينا شوقت نستخدم الباي نستخدم الباي مع car سيارة باس حافلة train قطار bicycle دراجة هوائية bike دراجة نارية إلى آخره إذن باي نستخدمها قبل ذلك الكلمات on نستخدمها مع أيام من الأسبوع وكذلك مع كلمة foot وآت نستخدمها مع الأوقات مثل ما وضحنا بالنقطة الأولى زي نستاذ شن اللي فيدني بيه شون يجينا بالامتحان هاي الصيغة هذا الموضوع مثلا يجيب لي بالامتحان يقول لي I go to school فراغ باس on لو باي شن الكلمة المناسبة للفراغ أنا الأستاذ منطين ملاحظة كلمة باس نستخدم وياها باي فأقول باي باس الباس والكار والترين والبايسيكل والبايك نستخدم وياها باي فتجي قبل الباس باي ما أقول on الon نستخدمها وياها أيام الأسبوع وكذلك مع كلمة foot ما لقيت لا يوم أسبوع ولا كلمة foot لقيت باس باس نستخدم وياها باي فأقول لي I go to school باي باس أذهب إلى المدرسة بواسطة الحافلة إذن هاي الصيغة الأولى مثال آخر مثلا يقول لي فراغ Friday I go shopping فراغ يوم الجمعة أذهب إلى التسوق at لا on خيرني بين الات والon شنو حرف الجر المناسب لهذه الجملة ذكرنا بالملاحظات إن كلمة Friday هي أحد أيام الأسبوع أيام الأسبوع شنستخدم وياها نستخدم on مع أيام الأسبوع لذلك ما نستخدم at at نستخدمها مع الأوقات الفرايدي مو وقت وإنما يوم من أيام الأسبوع فما نستخدم لا at أستخدم وياها on هذه الأمثلة من الممكن تجيني بالامتحان التحريري لذلك ضروري جدا أني أحفظ هذه الملاحظات أكتبها بالدفتر وأراجعها قبل ما أروح للامتحان التحريري لأنه من الممكن يجيب ليها بهاي الصيغة ننتقل للنشاط الآخر أقرأ 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 كذلك منطيني نفس النص أقرأ 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 أمي الساعة العاشرة we go shopping buy فرار نذهب إلى التسوق بواسطة فرار منطيني صورة الحافلة ذكرنا قبل دقائق أن الحافلة هي باس فأقول buy bus إذا لاحظتم أن الباس استخدموا باي مثل ما وضحنا بالملاحظات قبل دقيقة أن الباي نستخدمها مع كار مع باس مع بايك مع بايسيكل إلى آخره إذن هذه أول ملاحظة اتحققت we go shopping buy باس نذهب إلى التسوق بواسطة الحافلة there are lots of فرار and shops هناك الكثير من الفرار و المحلات شنو الكلمة المناسبة للفرار منطيني صورة السيارات إذن أقول cars there are lots of cars هناك الكثير من السيارات and shops والمحلات on sunday في يوم الأحد I play with my friends in the فرار في يوم الأحد ألعب مع أصدقائي في الفرار شنو الكلمة المناسبة للفرار منطيني صورة حديقة اللعب حديقة اللعب وين موجودة؟ موجودة بالمتنزة فأقول park I play with my friends in the park ألعب مع أصدقائي في المنتزة there is a swing هناك أرجوحة فراغ bars شنو الكلمة المناسبة للفرار منطيني صورة زحليقة فش أقول أقول a slide there is a swing هناك أرجوحة slide زحليقة bars الشرطة and roundabout والدوار الدوار we have a lunch نحظى بالغداء in فراغ في الفرار شنو الكلمة المناسبة للفرار منطيني صورة ومكتوب فوقا cafe بقول cafe we have lunch in a cafe نحظى بالغداء في المقهى I like rice and chicken أنا أحب الرز والدجاج I go home at فرار أذهب إلى البيت at بما أنه at أكيد اللي بعد وقت مثل ما وضحنا بملاحظات السابقة فهنانا منطيني صورة الساعة الساعة بثلاثة فقول three o'clock I go home at three o'clock أذهب إلى البيت الساعة الثالثة كان وقت استخدمت وياه at مثل ما وضحنا بملاحظات السابقة إذن ذلك الملاحظات جدا ضروري أن نكتبها بالدفتر نحفظها ودائما نراجعها قبل الامتحان التحريري هذا ما يخص هذا النشاط كذلك دوني كلمات جديدة نحاول نحفظ معناها لأنني ممكن نجيب لي جملتين أو ثلاث جمل من هذا النشاط ويطلب من عندني أن يسقط الكلمات المناسبة بالفراغ المناسب ننتقل للنشاط الآخر كذلك يسألني what about you ماذا عنك لاز ذهبت في يوم السبت إلى التسوق يطلب من التلميذ أن يكتب عن نفسه فمثلا يقول التلميذ on Saturday في يوم السبت I go shopping with my mom أذهب إلى التسوق مع أمي كذلك I like أنا أحب التلميذ يكتب الأكل اللي يحبها for my lunch على الغداء فمثلا نقول burger I like burger for my lunch أحب البرغر أكلة البرغر في الغداء أذن هذا النشاط يعتمد على رأي التلميذ ننتقل إلى كتاب النشاط منطيني بعلى صفحة read about yousif's school day اقرأ عن اليوم المدرسي الخاص بيوسف منطيني نص يحكي بي يوسف عن اليوم المدرسي الخاص بي بعدها يطلب من أندي أن أحذن الفراغات على أساس هذا النص فنقرأ النص نوضح مفرداته وبعدها نحل الفراغات المتعلقة بي يوسف يقول today is monday اليوم هو يوم الاثنين I go to school at seven o'clock أذهب إلى المدرسة الساعة السابعة نلاحظ أن الوقت استخدم وياه at I go to school by boss أذهب إلى المدرسة بواسطة الحافلة كذلك نلاحظ الباص استخدم قبله there are one thousand children in my school هناك ألف طفل في مدرستي on monday نلاحظ أن يوم من أيام الأسبوع يوم الاثنين monday استخدم قبله on on monday في يوم الاثنين I have arabic لديه لغة عربية maths رياضيات and english وكذلك اللغة الإنجليزية I have my lunch at home أحظى بغدائي في البيت with my mom and my sister مع أمي وأختي بعد ما قرأنا النص نحاول نحل ذن الفراغات حسب النص لكن ننتبه الأمر أن الفراغ أكتب الكلمة المناسبة من خلال النص والمربع أحاول أرسم الصورة المناسبة للفراغ من خلال ذن الصور خلنا نأخذ الجملة الأولى كمثال مثلا today is اليوم هو يوم الفراغ يا يوم حسب النص هو يوم الاثنين أقول today is monday اليوم هو يوم الاثنين I go to school at أذهب للمدرسة في فراغ منطيني مربع بما أنه مستخدم آت آت نستخدمها مع الأوقات فأحط الصورة هنا أنا أو أرسمها أحاول أرسمها وأكتب ساعة بيش أذهب للمدرسة يوسف قال ساعة سابعة at seven o'clock وكذلك الصورة المنطينية هالساعة السابعة أقول at seven o'clock I go to school أذهب إلى المدرسة بواسطة شنو مشينا على الأقدام لو بواسطة الحافلة نرجع على الناس يقول يوسف I go to school by boss أذهب إلى المدرسة بواسطة الحافلة إذا نخلي صورة الحافلة بالمربع وأقول by boss أذهب إلى المدرسة بواسطة الحافلة there are هناك فراغ children in my school فراغ من الأطفال في مدرستي شنو الكلمة المناسبة بالفراغ كذلك نرجع للنص there are one thousand children in my school فأكتب one thousand هناك ألف من الأطفال في مدرستي on monday في يوم الاثنين I have أنا لدي فراغ فراغ and فراغ إذا نخلي الصورة والاسم الصورة والاسم وكذلك نعنا الصورة والاسم نرجع للناس on monday في يوم الاثنين I have Arabic لدي لغة عربية فأخلي الصورة المناسبة وأكتب Arabic I have Arabic بعد math رياضيات أخلي صورة الرياضيات وأكتب maths بعد and English وكذلك اللغة الإنجليزية أخلي الصورة الخاصة باللغة الإنجليزية وأكتب English I have my lunch at home with فراغ أحظى بوجبة الغداء في البيت مع فراغ كذلك نرجع للنص I have my lunch at home with my mom and my sister مع أمي وأختي فهنانا my mom and my sister هاي الصورة المناسبة وأكتب with my mom and my sister هذا ما يخص هذا النشاط مجرد من طين النص ومجموعة من الجمل اللي بيها فراغات أكمل ذنه فراغات حسب النص نشاط صفي غير مهم بالامتحان الشفوي أو الامتحان التحريري ننتقل إلى النشاط الآخر listen say and write استمع قل واكتب منطيني مجموعة من الصور تحتها مجموعة من الكلمات اللي بيها حروف ناقصة يطلب من عندي أن يكمل لن الحروف الناقصة بحرفي الت الت نلفظه ث فإذا أردخل لي بالكلم الأولى يصير bathroom bathroom معناها الحمام كذلك إذا أردخل ليها بالكلم الثانية thousand thousand معناها الف بالكلم الثالثة thumb thumb معناها إبهام البي هنا لا يلفظ أقول فقط thumb لحد الأم وأتوقف كذلك إذا أكمل هذه الكلمة بحرفي TH أقول teeth و أكمل هذه الكلمة بحرفي TH أقول TH و أكمل هذه الكلمة بحرفي TH فأقول TH إذن TH يتم لفظها بالطريقة التالية TH فأقول bathroom أحاول الثدد بعدي bathroom thousand thumb teeth think TH باثروم حمام thousand ألف thumb إبهام teeth أسنان think يفكر ث معناها ثلاثة هذا التمرين تمرين إملاء جدا مهم بالامتحان التحريري يجب أن تحفظ هذه الكلمات كإملاء من الممكن أن يجيب لي كلمة أو كلمتين من هذا التمرين يحذف من عندها حرف أو حرفين ويطلب من أن يكمل إملاء الكلمات إذن هذا التمرين يعتبر سؤال إملاء جدا مهم بالامتحان التحريري فقط 6 كلمات أحاول أحفظ إملاءها وعرفنا بدروس سابقة شونا نحفظ إملاء الكلمة نكتبها ننقلها بالدفتر بعلا الدفتر وأحاول أكتب الكلمة أعيد كتابة الكلمة على عدد الأسطر لحد ما أحفظ إملاءها ننتقل للنشاط الأخير cover and write the words again cover معناها غطي غطي الكلمات اللي أخذناها بالتمرين السابق هذه الكلمات أحاول أغطيهن وأعيد كتابتهم write the words again أكتبها مرة أخرى إذن أريد أحاول إخليني أحفظ إملاء الكلمات فيقول أغطيهن وشوف نفسك اختبر نفسك حفظت إملاء ذلك كلمات فهو منطيني تلميح bar ويريد نكملها فأقول الكلمة الأولى هي كلمة bathroom bathroom هو الحمام الكلمة الثانية إذا تذكروها كلمة thousand الف الكلمة الثالثة كلمة thumb ابهام كلمة الرابعة كلمة teeth أسنان والكلمة الخامسة think يفكر أما الكلمة السادسة فهي كلمة three معناها ثلاثة إذن ذلك الكلمات جدا مهمة أن نفحظ معناها لأن مثل ما وضحنا تعتبر السؤال إملاء مهم جدا بالامتحان التحريري هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بيه الفرق بين الآت والأون والباي واستخداماتها وكذلك عرفنا كل واحدة شين استخداماتها وشون تجينا بالامتحان نحاول نكتب ذنين الملاحظات التي كتبناها اليوم بالدفتر ونحفظها قبل ما نروح للامتحان التحريري كذلك أخذنا نصين كل نص بمجموعة من الفراغات ملينا جميع الفراغات بالكلمات المناسبة لمنطنياهم بس فردن النشاطات ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤالة والسفسارة وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة معكم على الشاشة